نكمل الحر الليلة من النرويج التي انطلقت فيها محادثات بين ممثلين عن حركة طالبان ودبلوماسيين غربيين إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني في العاصمة أسلو وستركز المباحثات على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان وفي أول زيارة يجريها ممثلو طالبان إلى أوروبا منذ سيطرتهم على السلطة في أغسطس اجتمع وفد الحركة الذي يقوده وزير خارجيتها أمير خان متقي مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنرويج المبعوث الأمريكي الخاص توماس تويست قال في تغريدة له إن بلاده ستواصل اعتماد دبلوماسية قائمة على النظر إلى الأمور بلا أي أوهام مع طالبان فيما يتعلق بالمخاوف وبما تقتضيه المصلحة بأن تكون أفغانستان مستقرة وتحترم حقوق الإنسان وجامعة لكل الأطراف الأفغانية من جهتها أكدت وزيرة الخارجية النرويجية أن المحادثات لن تمثل شرعا لطالبان أو اعتراف بها لكنها تأتي لتجنب وقوع كارثة إنسانية فما الذي ستقدمه طالبان خلال مباحثاتها في أوسلو لقبولها دوليا وما مدى تنفيذها لالتزاماتها السابقة لإعادة المساعدات الدولية إلى أفغانستان لا تزال الولايات المتحدة على رأس الدول التي تمتلك أكبر رسيد من الدعم الإنساني الاستثنائي للشعب الأفغاني حيث أعلن البيت الأبيض عزم الإدارة الأمريكية تخصيص نحو 308 ملايين دولار أمريكية كمساعدات إنسانية جديدة لأفغانستان ستقدم عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أن تتدفق تلك الأموال من خلال المنظمات الإنسانية المستقلة والهدفة لتوفير مأوى ورعاية صحية بجانب المساعدات الغذائية الطارئة وتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة لملايين الأسر الأفغانية يأتي ذلك بعد شهور عدة من إعلان واشنطن تقديم 64 مليون دولار كمساعدات إنسانية للأفغانيين المتضررين من الأزمة الإنسانية التي حلت في البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها الصيف الماضي ليتخطى حجم المساعدات الإنسانية الأمريكية لهذا البلد حجز الأربعة مليارات دولار منذ عام 2002 وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة إلا أن السلطات الأمريكية أصدرت ترخيص عامة من أجل الإبقاء على تدفق المساعدات الإنسانية وتستثني هذه الترخيص كذلك المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان من تطبيق العقوبات الاقتصادية عليهم في محاولة للإبقاء على تدفق المساعدات على أفغانستان لتجنب الانهيار الذي يهدد بدفع ملايين المواطنين إلى براث الفقر والجوع والعوز حسب بيان للأمم المتحدة وسبق تقديم حزم المساعدات الإنسانية الأخيرة استقبال الولايات المتحدة لنحو 65 ألف لاجئ أفغاني عقب سيطرة الطالبان على السلطة قالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها ستعمل على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة ما يؤكد الالتزام الأمريكي الدائم بتفعيل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية في الدعم السلمي الذي يريده الشعب الأفغاني حسب بيان رسميا لوزارة الخارجية الأمريكية ينضم إلينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع من واشنطن السفير ستيفن ماكفر لند السفير الأمريكي المتقاعد أهلا بك معنا على ما يبدو الآن بأن مباحثات طالبان مع الدول الغربية في النرويج تركز على ملفين هامين بالدرجة الأولى الملف المتعلق بالأزمة الإنسانية وملف حقوق الإنسان وبالتالي إلى أي مدى من الممكن أن يتم تحديث اختراق أو تقدم في هذه المباحثات وتحديدا فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية جزيلا رأيي هو أنه بينما الولايات المتحدة والدول الأخرى تأمل في تحقيق تغير كبير وكما قال الممثل السيد ويست لا يجب أن تكون لدينا أي أوهام أعتقد أن من المهم أن الاجتماع يجري بين الطالبان وأوروبا الغربية والولايات المتحدة وأنه يحدث في أوروبا الغربية أعتقد أن من المهم أن الطالبان وأعضاء المجتمع المدني أصدروا تصريحا بالأمس بشأن الحاجة لتواصل أفضل عبر المجتمع ولكن التحدي سيأتي من الفعل ذو المغزى والذي يمكن قياسه والذي يتطرق لبعض الهواجس الأوروبية والأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمجتمع المدني خاصة حقوق المرأة ينضم إلينا الآن من كابل عبدالجبار بهير رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات أهلا بك معنا ما الذي ستطرحه وتقدمه طالبان في هذه المباحثات نعم سيد عبدالجبار يبدو بأن هناك مشكلة بالاتصال بالتأكيد سنعاود الاتصال به خلال هذا الملف أعود إليك من جديد ضيفي سيد ستيفن مكفرلاند الآن نتحدث ما إمكانية أن تنظر الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى فصل الملفات عن بعضها البعض فصل الملف الإنساني عن ملف حقوق الإنسان وعن انتهاكات حركة طالبان لأن الأمم المتحدة قالت بأن هناك نسبة كبيرة ربما تجاوزت التسعين بالمئة من الأفغان ليس لديهم ما يكفي من طعام لا أستطيع أن أتحدث باللسان الأوروبيين ولكن منظوري يتعلق بالولايات المتحدة وهو أن الولايات المتحدة تظهر مرونة كما تمت الإشارة في تقريركم من ناحية تقديم مساعدات والسماح للآخرين بتقديمها لا أعتقد أنها يجب أن تكون مستعدة لقطع الهواجس الإنسانية وإبعادها عن هواجس حقوق المرأة والمجتمع المدني أعتقد أن الولايات المتحدة تعرف أن الطالبان لديهم حدود معينة ولكن أمريكا تعتقد أن الطالبان يمكن أن يجروا بعض التعديلات ذات المعنى أو المغزة تتحدث طالبان عن أنها تبذل جهدها هي حققت الاستقرار في البلاد تحاول إجراء الإصلاحات وبالتالي تنتظر الاعتراف بها برأيك هل فعلا ما تتحدث به الحركة هو صحيح وخصوصا أن هناك دائما تكرار من قبل الإدارة الأمريكية بأنها تنتظر أفعال من طالبان وليس أقوالا أعتقد أن الولايات المتحدة وأوروبا تعتقد أن بعض التغيرات والتحسينات في هذا الموضوع من جانب الطالبان هو أمر ممكن ولكن هم أو هذه التحسينات ليست حتمية أعتقد أن الولايات المتحدة والأوروبيين يعتقدون أنه إذا المجتمع الدولي فصل بين موضوع المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان أعتقد أنه لن يكون هناك أي تغير في حقوق الإنسان والنتيجة ستكون مشاكل إنسانية أكبر أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لسماع ما لدى الطالبان وترى ما سيفعلونه وأنا متأكد أن الطالبان لديهم نفس المقاربة تجاه الولايات المتحدة واضح بأنه نتحدث عن أزمة ثقة مع حركة الطالبان حتى الآن من قبل واشنطن وحتى الدول الأوروبية ولكن عندما تتحدث واشنطن عن دعم الجانب الإنساني تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني تحديدا ستتعاون مع من بالداخل وخصوصا إن كانت هناك أي منظمات من الممكن أن تتعاون مع واشنطن فيما يخص هذا الموضوع ودور طالبان هل ستترك دخول المساعدات دون أن يكون لها دور ربما في توزيعها أو الإشراف عليها أو معرفة ما يدخل من المساعدات هذه كلها أسئلة جيدة وكثير من المساعدات ستأتي عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وهناك منظمات إنسانية في الولايات المتحدة ودول أخرى تعاونت لسنوات وقامت بعمل إنساني فعال أنا لا أعتقد أن هذا هو الموضوع أعتقد أن الموضوع هو الإطار الأوسع والخاص بحقوق الإنسان وحق المرأة والمسألة لا تتعلق بالاختلاف حول سيطرة الطالبان وهل الطالبان يمكن أن يوافقوا على احترام بعض الأساسيات الخاصة بحقوق الإنسان وفي هذه الحالة الولايات المتحدة ستكون أكثر انفتاحا لرؤيتي كيف يمكن تقديم المساعدة للشعب الأفغاني ومنع الكوارث الإنسانية يعود وينضم إلينا من جديد من كابول عبدالجبار بهير رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات أرحب بك معنا وأسألك ما الذي تتوقعه طالبان من خلال هذه المباحثات التي تجريها مع الدول الغربية في النروش مباحثات الوفد الأفغاني الذي رأسه أمير خان متقي الوزير المكلف للخارجية الأفغانية ومعه قيادات لمعظم المؤسسات سواء الاقتصادية أو المالية والأمنية في أفغانستان في الحكومة المكلفة كان يوم أمس لهم لقاء مع نشاطاء أفغان واليوم مع المجتمع الدولي الأقل مع الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكأن حركة طالبان على حسب المصادر تريد إعادة مناقشة تلك المواضيع التي تم الاتفاق بين حركة طالبان وبين الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي في اتفاق الدوحة أهمها أن حركة طالبان لازالت هي معترفة أو معروفة أو مصنفة لدى المجتمع الدولي كحركة إرهابية وأنها لا تستطيع أن تعامل كحكومة لازالت هناك قوائم السوداء لدى الأمم المتحدة لم تشطب بعد وبالتالي أدى كل هذه إلى أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يتعامل مع حركة طالبان هناك مجموعة من الشروط سيد عبد الجبار أتمنى أن تكون تسمعني طلبها المجتمع الدولي من طالبان ولعلها أبرزها تتعلق بحقوق الإنسان والمرأة ووصول المساعدات الإنسانية هل أوفت حركة طالبان بهذه التعهدات حتى تطالب الآن بالاعتراف بها؟ كما قلت هناك أمور أساسية قدمت الحركة وطالبان وعودها في اتفاق الدوهة أهمها أن يكون هناك شمولية النظام في أفغانستان وكذلك تحترم كل الحقوق الفردية وحقوق المرأة وما إلى ذلك لكن لحد الآن القراءة تختلف حركة طالبان تعترف أنها أعطت للمرأة حقها رغم أنها منعتها من ذهابها إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى مؤسسة حكومية والعمل وهذا لا يعني أن حركة طالبان لا توافق حركة طالبان لازالت تصير على أنها توافق على عمل المرأة لكنها في إطار معين ولعل الفصل الدراسي القادم سيكون هناك على حسب المصادر في الحركة سيكون فتح المؤسسات التعليمية وكذلك الجامعات أمام المرأة والمرأة كذلك اليوم تذهب إلى معظم الإدارات الحكومية هي متواجدة في مطار هي متواجدة في جوازات يعني إن كانت كل المساعدات وإن كان موضوع الاعتراف بها مرهون بأفعالها وبتالي لما تؤجل مثل هذه القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان وحق المرأة تحديداً بعجالة لو سمحت أقل من نصف دقيقة نعم هناك كما قلت أن المشكلة قراءة المجتمع الدولي خاصة للت المتحدة الأمريكية تختلط تماماً حرية المرأة التي كانت في جمهورية أفغانستان أو الحكومة السابقة ما أظن أن الحركة تعترف بكل هذه الحريات التي كانت متواجدة أو هي متواجدة على الأقل في المجتمع العالم والمجتمع الدولي فالحركة لا زالت بقراءتها المتشددة الدينية محتفظة على كل هذه الأسس وهي تعترف على أنها بإمكانها أن تعطي حقها كحركة أفغانية وكجهة أفغانية ليس إملاءات الغربية لكن هل سيكون معترف لدى المجتمع الدولي هل سيكون هناك موافقات مع المجتمع الدولي سيتضح أكثر عندما تناقش الأمور أكثر حول كل هذه الأمور منك أبو العبدالجبار بهير رئيس المركز الأفغاني لإعلام والدراسات وأيضاً ضيفي من واشنطن السفير ستيفن ماكفرلند السفير الأمريكي المتقاعد شكراً جزيلاً لكم